دشن مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن صالح الجريري العمل بمحطة 14 اكتوبر لتعبئة غاز السيارات بمديرية خرمكسر واستمع الجريري إلى شرح حول مكونات المحطة من وسائل السلامة ومتطلبات وضوابط جودة البيع مشيرا إلى أن المحطة التي تبلغ سعاتها تخزينية نحو 10 ألاف لتر تعد إحدى المحطات النموذجية في عدن ومشيدا بمستوى التجهيزات الحديثة في المحطة